اشتركوا في القناة تقدروا تشوفوا حلقتنا على صفحة قناة هي او صفحة قناة هي لايف او صفحتي الرسمية وكمان تقدروا تتابعونا وكل موضوع حابين ان احنا نطرحه تبعته لنا على صفحتي فورا وبإذن الله فريق العمل خاص بالصفحة بإذن الله كده بنجمع المواضيع بتاعتكم ونترحها في الحلقات المقبلة موضوعنا النهاردة موضوع بيشغل بال ناس كتير قوي او ستات كتير قوي وخصوصا اللي لسه داخلين في الجواز جديد موضوع ايه يا نانسي موضوع الغيرة ايه حكاية الست اللي بتغيرها على الراجل زيادة عن اللزوم دي ما تكلمش فلانة زميلتك في الشغل لا كذا كذا لا لازم يبقى فيه ضوابط لا لازم دي بتكلمك يبقى دي معناها ان هي ستة مش محترمة او بنخش في سكك يعني كثير من السيدات وكثير من الفتيات اللي لسه بيقبلنا على الجواز طبعا الا مراحمة ربي بتنكد عليهم حياتهم ليه لانه هو كده هو انا بغير عليك انا بحبك جدا محدش يكلمك اه انت ما يفعش ان حد يتعامل معاك في الشغل يا ستة دي زميلتي في الشغل دي مفيش بني وبنى غير كل احترام لا هي بتبصلك هي بتكلمك هي كذا 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 طب كل حاجة في حياتنا ندور دايما على اصلها في الاسلام ايه اللي يجوز وايه الغيرة المحمودة وايه الغيرة المنفرة وايه الغيرة اللي كانت تذخرها سيدات اهل بيت سيدنا بي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وارضها هن تعالوا كده نعرف مع بعض النهاردة ايه قصة الغيرة في الاسلام وقصة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها اللي كثير مننا وانا دايما بحكي القصة بتاعتها لما حب ان انا اقول بصوك هالنبي صلى الله عليه وسلم بيستحمل ازاي وقايلة القصة بتاعة سيدة عائشة رضي الله عنها وارضها وجمع نبيها بإذن الله في اعلى الفردوس ايه قصة السيدة عائشة نانسي طبعا سيدة عائشة احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت له مع الخادم طبق في أكل إحدى الزوجات اللي أرسلت الطبق ده لنا بيسا عسلم وفتحت الباب وأخدته السيدة عائشة ورمت الطبق في الأرض رمت الطبق في الأرض هنعرف تفاصيل القصة كاملة طبعا ولكن هي رمت الطبق في الأرض ليه؟ رمت الطبق في الأرض بسبب الغيرة طب تيجوا نعرف مع بعض القصة كاملة ونعرف إزاي ما بيسا عسلم علمنا فيها دروس المفروض إن إحنا نقتدي بيها ولا لأ؟ طب سيدنا ميسا عسلم كان بيغير على زوجاته؟ لما كانش بيغير كل ده هنعرفه النهاردة من ضيفي اللي بينوارني في السوديو باب نور فضيلة الشيخ عبدالأزهري من كبار علماء الأزهر الشريف من نوار الدنيا مولانا نورة دكتور ربنا بارك عمرك عمرك إزاي حضرتك الله يبارك عمرك عايزة مبدئيا كده حياتك تقول لنا قصة كاملة بتاعت السيدة عائشة عشان لو كان فيها أي خطأ فالخطأ يبقى صادر مني وما يبقاش إنه يعني روينها بطريقة مش صحة هي سبحان الله الغيرة طبيعة في الرجل وفي المرأة والإسلام تعامل مع هذا الأمر على إنه أمر طبيعي جدا وإحنا بنشوف بقى مشكلة الغيرة في إيه؟ الغيرة لو سألت حضرتك مصدرها إيه؟ سببها إيه؟ حب الحب ولكن النتيجة ممكن توصل لإيه؟ دا كره وطلاء ومشاكل آه يبقى الأساس حب والنتيجة طلاء صح يبقى دي غيرة محمودة ولا مزمومة لا طبعا يبقى لازم نعرف كيف نتعامل مع الغيرة لإن كثير من الرجال بيتعامل مع غيرة المرأة على أنها تقليل من رجولية أو سيطرة أو سيطرة وكثير من النساء بتتعامل مع غيرة الراجل على إنه بقى تحكمات وشكات زيادة وشك وما إلى ذلك فخلاني نشوف أصل المسألة نرجع لقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدة عائشة سيدة عائشة مش لها الموقف ده بس ده كان فيه موقف تاني الله عايزين نعرف ده موقف الغيرة مع السيدة عائشة شوفي بقى الموقف ده موقف جميل جدا حتى علماء النفس تحدثوا عنه الرسول تأخر برا فرجع فالسيدة عائشة بتقوله أين كنت يا رسول الله زي بالضبط حضرتك وانت رجع من البيت بتفتح مراتك قاعدة حاجبها بترعش ويعناها بتطلع شرار بتقولك انت كنت فيه لحد دلوقتي يا أستاذ الراجل الطبيعي دلوقتي هيقول لها وانت مالك بالضبط هيقول لها ملكش دعوة هيقول لها كنت في الشغل هيرد على رد بارد النبي صلى الله عليه وسلم تصف عنها وابتسم وقال أغيرت يا عائشة صلى الله عليه وسلم والله ما صلى على سيدنا محمد علماء النفس بيقولوا ان ده اسمه توصيف الشعور الله يعني توصيف الشعور أنا عارف هي انفعلت لي ولذلك لما تعوضي معايا حد متوتر وتقول له أنا حس ان انت متوتر يهدف أنا حس ان انت غضبان تجي انت ليه غضبان انت ليه منفعل انت ليه متدايق فأعود أوصف له شعوره إذا انت حسس بيه ده بيسحب الطاقة السلبية من الإنسان فقالت وما لي لا يغارو مثل على مثلك يا رسول الله شوف الجمال بقى لحوره في حتة تانية لحوره في حتة تانية راقية جدا احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المعاملات الإنسانية في أبها ما يكون شوفوا الموقف التاني بقى أنا دخلت مرة مشكلة زوجية الزوجة علت صوتها على زوجها قدام الناس ضربها ضرب قاتل قلت له طب وإحنا عاديين في القعدة وفي رجالة وستات وقعدة بقى يعني قلت له لو انت في الشارع وزملاتك جايين معاك من الشغل وكده بتدي لزوجتك شنطة ولا حاجة راح تضربها من إيديك مقاعة في الشارع قال حموتها قلت له طب ليه قال هو أنا مش راجل ولا يا طب تعال نشوف مفهوم الرجولة النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الطبق في إيده قدام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأول في الإسلام أعظم خلق الله حبيب الله يقول ألا وأنا حبيب الله ولا فخ الصحابة لما كان يطلب ماء يتحرك الجيش كله علشان يجيب له مية صلى الله عليه وسلم فتضرب الطبق منه دي وقع الأرض يتكسر فيعمل إيه نبي صلى الله عليه وسلم هل هذا تقليل من الرجولياتي؟ لا طبعا ده شعور بالغيرة ده غيرانة اعمل إيه نبي صلى الله عليه وسلم يعظمها قدام الصحابة يقول غارة أمكم هو حد يبصولها بصة وحشة ده إيه؟ غيرانة ده مين كمان؟ أمكم أمكم كلكم كلمتين دولوا وحدهم يحلوا مشاكل بيوت كتير وبعدين هات طبق بدلت قصر نبي صلى الله عليه وسلم كان لما يمسك مشكلة بيفصصها أو بيحلها من أولها لأخيرها رضاها نفسيا ورجح حق الأولى علشان إيه؟ حفاظا على فهمتها حفاظا على الموقف ككل طبعا يبقى الغيرة أمر طبيعي الغيرة التي مصدرها الحب مولانا فيه ستة تقدر تعمل تدى دلوقتي؟ فيه ستة ستة جبروت والله يا دكتور فيه وحدة ستة تعالوا لي بقى هنا أنا عايزكوا تكلموا في التليفون فيه ستة تقدر جزها يبقى واقف ماسك حاجة تقوم واخدهم وقع على الأرض ميت حتة ويسكت لا ده أنا في مرة واحد بيحكيلي إن هو كان قاعد في الشغل وتصوره والصور نزلت على الفيسبوك ففيه وحدة زملته لزقت فيه شوية اللبس اللي روح بيه اتأسأس وتقطع يعني بصي الغيرة صعبة جدا ولكن احنا بنقول بقى علشان الغيرة اللي مصدرها حب ما توصلش إلى أن تكون طلاق لازم نعرف ماذا يترتب على الغيرة أو إلى أي يعني نبدأ إلى أي حد الغيرة بيكون مسموح بيها في الإسلام في الإسلام الغيرة التي تؤدي إلى إجراءات محرمة التجسس هو أساس التجسس إيه ده إحنا عندنا غيرة عن التجسس على طول حياتك تقصد إيه بالسؤال ده تقصد إيه ما وانا بيقول أساس التجسس إيه معروفة السبتات على طول ما فيش غيرها لا وفيه رجابة التجسس أه بس الأغلبية أحنا ودلوقتي بقى إيه يعني فيه جروبات مخصصة كده للدعم أنت شكة في إيه أنت إيه أه طبعا أو الأفكار إحنا بنده بعض أفكار الستات أه يعني لو أنت ما تعرفيش إزاي كذا أنا هقولك لو أنت كذا أنت ما تعرفيش المسلسل الفلاني اللي بيقولك ترقبي إزاي كذا 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 جوزك من غير ما يعرف وانت قاعدة في المطبخ يعني إحنا كمان الحمد لله بنجود بنجود في وسائل التجسس صديق لي لقى جهاز صغير كده من اللي يتبع على النت حطوط في العربية بتعرف طبعا أن طريق الجي بي اس هو بيروح في أي مكان بتتصل على الشريحة اللي موجودة في الجهاز تسمح كل اللي بيدور في العربية طب بالله عليكي أنت كده مرتاحة أتحدى على فكرة الراجل ممكن يغلط بس لو الست مش عارفة أنه غلط الغلطة بتعدي ويرجع مرة تاني كل ابن قدم خطاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إبقى إذا شككت فلا تحقق الله لأ أنا هاخد الحديث ده وأطبقه هطبقه في كل حاجة على فكرة الشك مش بس بين الرجل والمرأة ومش الزوج والزوجة بتشك سعب بتشك في زمين ليك بتشك في مديرك إنه مستقصدك بتشك في أي حاجة فإذا شككت فلا تحقق فلا تحقق ليه بقى؟ هيدخ شوف رق الآية في القرآن بتقول يا أيها الذين أمن اجتنبوا كثيرا من الظن مشكلة الظن إيه؟ الست أي ست بتفرج علينا دلوقتي فيه سيناريستا قاعد جوا دماغ أو مخرج ومنتغ قاعد بقى يرسم لها سيناريوهات تلفونه مقفول هو بيخونك صح اتأخر بره هو بيخونك جات له سفرية هو بيخونك وخدمعها آه وقاعد بقى تتخيل وبتنفعل انفعالات داخلية تقعد تتخانئ هو رجع من بره على اخناء والعنار جواها فشايف ملامحها عصبيتها طريقتها هو مش عالف فيه ايه؟ هو مطحون في الشغل وطالع عينه في الشغل عاوز يرجع البيت يرتاح وهو في نظرها خاين آه بالظبط فكتير بقى من ده يكون أصلا الشرارة الأولى هي خنقت عليه فابتدي هو يفكر طب أنا أرجع البيت ليه؟ طب أنا أتكلم معها ليه؟ بطبط أو رانية هما دايما يبقى اسمهم فيها يه وألف في الآخر كده ليه؟ لا 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 مفيش لا بانه أصدر طبعا لا يعني ليه يعني زميلته بتاعت الفطار بقى بتقعد تستنى الخنائة آه هي تستنى داخل عليها الصبح شكل ومبوز مع المدام تعالى بقى أنا جايب لك ساندويتش بس يا دكتورة هو فيه شيطان متخصص فيه العلاقات الزوجية تخرب البيوت هي المفروض الست تكون عقلة حكيمة تستوعب الرجل والرجل كمان لازم يكون هو برضو ما يصيرش غيرتها ما يصيرش ما يتعمتش ده أيوة طبعا ما يكبش يقول لها بصي الإنستجرام ولا الفيسبوك بصي الستات وبصي الفنانات عاملين ازاي وخاليها قاعدها بالضبط كده بس الغيرة أحيانا بقى عند الراجل علشان هو عارف الرجالة بتفكر ازاي اللي بقاعد مع صحابه كده طبعا هي عليها شلتها اه هي ليها شلتها وهو ليه شلتها برد وهو ليه شلتها فهي فاهمة الستات بتفكر ازاي الحوارات اللي بينهم بتدور ازاي وهو برضو فاهم لو لبست اللبس ده الناس ما هو قاعد مع صحابه بيتكلمه في كده بالضبط كده فالناس هيقولوا عليها ايه فلذلك المفروض يبقى فيه تقبل للغيرة لان هي أساسها الحب خلي بالحضرتك آخر ما يسقط من الحب ممكن يسقط من الحب الاهتمام ويسقط من الحب البزل والعطاء ويسقط الحب نفسه آخر حاجة بتسقط الغيرة خلاص على فكرة بيبقوا اطلقوا وبيغيروا على بعض صح يبقوا مخطوبين وفاركشوا وبيغيروا على بعض فآخر ما يسقط دليل انها أمره متأصل في قلب الرجل وقلب المرأة أكيد يا مولانا الواحد لما بيحب حد بيحب يعني بيبقى فيه في قلبه كده حتة اللي هو ده قاعد مع فلان ده حتة ساعات الأطفال ولادنا بيغيروا من أزواجنا في علاقتنا بيهم تلاقي البنت غيرانا على أبوها من أمها وهكذا فده شعور فطري يعني طب أنا معي تليفونات دلوقتي كتير أعمل إيه الموضوع حلو قوي أعمل إيه يا شباب فاطمة ناخد التليفون طيب معنا تليفون ولاء من اسكندرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ولاء تفضلي مسحي الخير أهلاً وسهلاً ازايك دكتور نانسي ازايك يا حبيبتي أنا الحمد لله تفضلي بسي أنا أنا بسك في حريضك جداً يا حبيبتي أنا عايزة أحيلك حاجة عشان بجد الموضوع مديني قوي تفضلي يا ولاء ما لك يا حبيبتي أنا مخطوبة الواحد هو يعني بيغير عليها وكل حاجة بس غيرت واصلته لأنه هو يمزي يده إنه هو بيقول ألفاظ إنه هو بيمنعني حتى من أهلي أنت بخطوبة أنا اسمعت صح؟ مخطوبة وبيمنعك من أهلك وبيضربك وبيقولك ألفاظ بيمنعني من أهلي إنه هو ما ينفعش أنزل معهم ما ينفعش أنزل مع ماما جيب حاجة الموضوع هو بس وصل لمادي إنت وشتاين فضيعة إيه ده؟ أنا ما بحكيش لأهلي حاجة بس أنا مشارفة مليا بس استني بس استني يا ولاء أسبوري بس معنا كده بالراحة بسم الله الرحمن الرحيم استهدي بالله مبدئياً يعني ده خطوبة خطوبة أهلك عارفين عنهاجات قدملك في البيت أه صح؟ صح منعك عن أهلك اللي هو أنت المفروض قاعد عندهم في البيت دلوقتي؟ أه يعني لو أممتها مثلاً راحة تشتري حاجة أو كده يمنعك النزول مع ماما طب أنت بتقولي بقى الماما إيه؟ بتقولي لها خطيبي منعني؟ لا أصلنا تعبانا أصلنا مش قادرة نزل أه ومعليش بقى سوال لو سمم حياتها مضمر حياتها طب وحذرتك بتقولي أنه بيتطول عليكي بالألفاز؟ ده بيدربها وبيضربك؟ بيدرب أوه يعني إيه فهمي؟ يعني إيه بيدربني؟ يعني بيهصدر معاكي حتى زرغر مكبوبة يعني إيه بيدربني؟ لأ بيدربني ومراكي حتى زرغر إن ده خطيبك؟ هم مخطوبين بقى لكم قدية تقريبا إنتي عندك كم سنة ولا؟ ثلاث سنين هنتي واحد وعشرين سنة واحد بقى لك ثلاث سنين مخطوبة له هو عنده كم سنة؟ سبعة وعشرين بيشتغل؟ هو قريبك؟ لا مش قريب طب بيشتغل؟ أوه بيشتغل طب إيه مميزات؟ وبقى السرعة مش شايفة له أي مميزات دلوقتي؟ يوحب يضربك وبينعك عن أهلك يعني إيه اللي مصبارك يا حبيبتي على الشخصي دي؟ أنا بحبه ومش عارسة فيه بتحبيه وبيضربك؟ بيضربني وبيشتغلني وكل عيجة أنا خايفة كمل أفضل متهانة ومش عارسة فيه لأني بحبه طب أهلك يا حبيبتي موقفهم إن اللي بيحسن دا أوه لا مش شايفين علامات التعاسة عليكي ما هو الضرب دا حبيبتي ليه علامات أنتي بتقولي كسر لك إيدك أقولي إن أنا وقات من عاستلم وأنا في الشغل وقات طب ثانية واحدة حبيبتي أنا سألتك لأنتي عندك كم سنة؟ حضرت فضل المولانا هيكلمك وبعدين نرجع لك يا اسمها ولاء ولاء أنا هسألك سؤال معلشي وأنا متأسف لو السؤال دا ممكن نضايقك هل هو في بينكم صور في بينكم حاجة أنت خايفة منها؟ لأ ما فيش بينما صور ما فيش أي حاجة أنت خايفة منها يعني هل هو بصي هقولك على حاجة ما هو لأنا هيقصدوا يقولها لك بس مكسوف يعني يقولها لك بطريقة يعني أنت هو كسر يعني كسر عليك مش بسمعه كسر عليك حاجة؟ كسر كسر عينك كسر عينك أو مسك عليك حاجة مسك عليك حاجة بعتله صور مثلاً وانت براحتك في البيت مثلاً أو كده فأنت خايفة منه لا يهددك أو يبتزك بيها بعد كده؟ لا لا هو مش بيهدد مش مفوش الطوع إذا بس لأ ما فيش الله ما بيهددش هو بيضرب على طول صح؟ أنا متعلقة به طب بسمعي بس هو بصي هو عنده غيرة مرضية وعندها تعلق وحب مرضي يعني العلاقة أصلاً علاقة غير سوية بالمرضية بس على فكرة ده مش حب وده تعلق بقى فقط تعلق مرضي وده علاقة ابتزازية خايفة من الفقد وهو عنده غير أو شك مرضي يعني الإجراءات اللي بيعملها دي بمسكيني حبيبي آه طبعاً هم اللي اتنين محتاجين يروح لطبيب نفسي وخصوصاً إن المفروض الخاطب ده ليس له ولاية على خاطبته يعني لما تحب تستأذن ما تقفلوش يا شباب مع ولاة آه لما حب تستأذن مفروض تستأذن من باباها باباها يقول لها نزلي تنزل لو التاني ده تشقلب ملوش ولاية عليها إمتى تكون في ولايته؟ ما تتجوزه؟ لا لو كتب كتابه لسا ما خليتش في ولاية أيوة تتجوز تنتقل لبيتي تنتقل لبيتي وينفق عليها الساعتها بقى لما تحب تنزل تستأذنه وباباها ملوش حق بقى يقول لها يعتارد طب أنا دلوقتي هسألك على حاجة حبيبتي هو علاقته إيه بوالدك ووالدتك وعيلتكم في البيت؟ كويسة جداً وهم بيحبوه ولا حاسين أو شاكين فيه كده؟ بيحبوه بيحبوه عشان طبعاً أنت ما بتقوليش عنه أي حاجة من اللي تعرضتلها؟ أتعرض لهم إنه هو كويس وإنه مش بيدربني وإنه هو شخص بيحبني وكل حاجة طب أنت أكتر حاجة فرقة معاكي إيه في شخصيته؟ إنك خايفة لما تفقديه هتفقدي الحاجة دي فيه إيه هي؟ أنا بيحبه بتحبيه وهو بيدربك وبيعذبك أصداتي عزيب يا حبيبتي ليه يكسر إيه تحد ده بيعذبه فأنتي حاسة إنه هو بيعذبك ده بتحبيه ساعتها ولا تبقي كرهاه وعايزة تسيبيه مثلاً وبرجع يصلحك وقولك سامحيني مش هعمل كده تاني ولا إيه؟ لا هو ما بيصلحني إيش أنا اللي بصيح هوا بيتعطى حاجة حبيبتي؟ هو بيقول لا لا بس إنتي قلتي هوا بيقول لا أنا يعني حاسة من بين الكلام كده آه أنا حاسة إنه هو إنتي كمان حاسة طيب بص يا ولاة خدي رقبي من الكنترول وبإذن الله أنا هساعدك في الموضوع ده إن شاء الله فين الشق النفسي يعني وبإذن الله تسيبيه كده ونقولك حمد الله على السلامة وألف مبروكي حبيبتي وهنعرف رأي الشيخ دلوقتي ورأي الشرعي مولانا هل نبي صلى الله عليه وسلم لو كانت سيدة فاطمة رضي الله عنها أرضها تعرضت لضرب مبرح كده حتى لو كان خطبة مش قول سيدة أميان مش نقول سيدنا عليه كرمانواجة مش هنقول كده هنقول خطب تاني عرضها لكل ده كان نبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسمح؟ أولا لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته الزوج لما يحب يعقب زوجته بالضرب اللي هو ربنا قاله في الكرآن واضربهن قالك بالسواك يقول لها ما تعملش كده وحتى لما سيدنا أيوب ربنا سبحانه وتعالى قاله واخذ بيدك ضغثا فاضرب به أعوض القمح اللي هي هشة جدا فضرب المرأة ليس من الشهامة ولا المرؤة ولا مباح في الإسلام بأي شكل إلا الشكل اللي هو البسيط الذي ليس فيه إزاء إنما واحد كسر دراعها فده احنا بنقول لها إن هذه العلاقة علاقة سامة هي محتاجة تتعالج أولا طبعا إنها قابلت بكل ذلك وعندها خوف إنها تروح حتى تصرح أهلها وفي مشكلة بينها وبين أهلها في علاقتهم ببعض إن البنت اللي ما تبقاش قريبة من مامتها ده من الأساس آه من الأساس في سبب أحيانا الأسرة بتبقى قاسية بعض الشيء أحيانا ما ببقاش فيه تواصل جيد ما بين الأم وبين بنتها فهي محتاجة إن هي تفوق لنفسها شوية لأنها اللي دخل عليه صعب جدا مورنة ممكن على فكرة هقول لها ركا لحاجة الشخص ده بيبقى مبهر للناس يعني ممكن الناس كلها تقول عليه آه زي ما قالت أهلها بيحبوا جدا بيحبوا جدا ولطيف وجدع وشاهم وكل حاجة ولكن هو ليس طبيعي ليس إنسان سوي وعنده مشكلة مرضية محتاجة إن هو يتعالج أحيانا بيكون اتعرض لده يعني هو شاف مثلا صاحبه كان على علاقة ببنت من وراء أهلها أو والده بيعمل كده مع والدته أو والده أو لأ أنا قصدي في موضوع الشك يعني أحيانا بيجي لنا شباب إنه عارف بنت محترمة وملتزمة ومش عارفه وبتعمل كذا وكذا 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 فده بيفقده الثقة في نفسه ويفقده الثقة في المجتمع ويبتدي يعمل إسقاط نفسي على الحواليه على أخته على والدته على خاطبته فيه أسباب كتيرة أول فبيبقى محتاج أصلا دعم نفسي علشان يخرج منه بس ده إذا هو اعترف إنه محتاج الدعم أو إذا قبل إنه هو عنده مشكلة وهيخود بقى الرحلة بتاعة العلاج النفسي ولكن ممكن جدا تكون الأم قريبة من بنتها ولكن هي البنت من كتر حبها للولد وللعلاقة السامة دي مش عايزة تنقل موضوع لأمها عشان ما تقول إيش سبيه أصلا أي أم النهاردة تعرف إن بنتها بتتعرض للإبتزاز ده وللقهر ده وللظلم وللمد الإيد عمرها ما تسمح لبنتها تكامل ما نحاولها لك الحاجة إحنا بننصح كل بنت لما موقف صغير يتعامل ويتحكى ويبقى فيه رد فعل ده بيمنع مشكلة أكبر الزبط يعني حتى في دي ما هي كلمتنا النهاردة في العلاقات الاجتماعية كده يقولك إحنا ممكن نعمل مشكلة نصطنع مشكلة نعمل موقف نجيب الناس ونقعدها ونعملهوا الليلة كده علشان نمنع مشكلة أكبر ممكن تحصل فلهو كان قال لها لفظ وحش وقالت لأمها وممتها قالت لباباها وجبوا الولد وقعدوه استحالة كان هيمددوا عليه فاحنا محطناش الحواجز المطلوبة في وقت وفي حاجة تانية مولانا برضو أخيرة عايزة أقولها لولاء حبيبتي اللي انت بتسمحي بيه دلوقتي ده ده وانت كده وعايشة في بيت أهلك ده وانت بقى في البيت معاه لو بيتعطع حاجة أو زود العيار لأنك هتبقي مراته ممكن يموتك ممكن توصل لأتل احنا سعب بنسمع حد مش فيه ضرب أفضأ إلى الموت اللي هو حد يقوم ضرب حد بحاجة جامدة فيكسر له منها وفايت فتح لما فيموت أو يعرضك لأذى أكبر فأنت دلوقتي أذى نفسي أذى نفسي أو أذى جسدي إذا كانت وحدك قسرت دراعها وهي لسه مش على زمته يعني ممكن ديه بعد بقى الصاب والمشكلة إن هيبقى بعد كده ممكن يبقى فيه أطفال وتبقى المصيبة أكبر ومتشعبة مع الولاد بقى كمان ما هو ده بني أدم عنيف فأنت يا حبيبتي قد ترخيرك إن أنت كلمتينها وبنشكرك جدا جدا لثقتك وإن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر بإذن الله أعملك حاجة ولكن بحييكي على جراءتك وإنك طلعت على شاشة تليفزيون وتقولي لأن ده معناها إنك أخدت أول خطوة إيجابية في هذه العلاقة المؤذية السمة شكرا يا ولاء طيب ناخد سؤال سوشال ميديا يا فاطمة معانا إيه؟ قوليلي تليفونية واحدة متجوزة من سنة هي وإخوتها وأزواجهم بيتجمعوا عندما متها في الأسبوع يعني زيهم الجمعة كده اليوم العائلي جوز أختها الكبير هي واخدة عليه جدا ومتجوز أختها من سنين فبتقعد قدامه بشعرها عادي لأنه زي أخوها الكبير ومن قبل ما تتجوز لا يا جوز لما أولانا أبصي ما تكمليش السؤال تكمليش السؤال جزها لما عرف تطول عليها تطول عليها بالإيد يعني أو أبص أي حد في مكانه لما يعرف إن زوجته قعدة قدام حد بلبس البيت بشعرها في لحظات الغضب دي مش هنقول هو هتصرف إزاي بقى يعني ما بننصحش حد إن هو يميد دي دي ولا حد ولكن أنا بتحدث كرجل يشعر بما يشعر به مش هيمسك نفسه أو هي تقعد ليه معليش قدام الرجل من حجاب من غير حجاب وبعدين هو مش محرم عليها تحريماً أبدياً يعني لو طلق أختها ممكن وكرا صبح تجوز بس هي بتقول يعني فاطمة بتقرأ الرسالة بتقول ده بالظبط زي أخوية كبير ده بالنسبة لها ده بالنسبة لأفكارها هو ممكن يكون موضوع معا مختلف أو زوجها مش شايف ده أصلاً طب إحنا هنفترض حسن الظلم لو فعلاً الراجل ده أخوها فعلاً أخوها رادع عليها يعني لأ يعني أصد أقول زي أخوها مفيش حاجة اسمها زي أخوها هو يا أخوها من النسب أو أخوها من الرضاع أو ليس أخوها هو كده بالظبط أوه يا أخ يا مش أخ يا مش أخ فلا يجوز مبدئياً عشان دي بتبقى فتحتي باب كده يعني إحنا في غينة عنه فصلحي جوزك وقوليه إنه ما كانش فيه أي نية وحشة وإنك لما عرفت إن دي حاجة بتضيقه وخلاص وعاف الله عن مسلح عاف الله عن مسلح ربنا يبارك لكم جميعاً ومعنا أسئلة كتير بس نعمل إيه وقت الفكرة خالص هنطلع الفاصل بس أخروني في الأول أشكر فضيلة الشيخ عبدالأزهري من المناظر الشريف نورتنا يا مولان الله ينور قلبك ربك ربنا يكرمك وجزاك الله عننا خيراً نتطورنا والله الله ينور قلبك ربك جميعني يا رب العالم أعزائي المشاهدين هطلع مواد الفاصل سريع ونرجع تلين كامل حلقتنا على الهواء بعد قليل إن شاء الله في باب نور ومن دلوقتي لحد ما قابلكم ما تنسوش نصالي مع بعض على الحبيب صلى الله ورجعنا لحضرتكم مرة تانية كامل معكم حلقتنا في باب نور وجامعات فقرة الخير اللي كلنا بنستناها عشان نعرف إزاي هنقدر نشارك أو ندل اللي حوالينا يشاركوا في عمل خيري بإذن الله ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة ولما دايماً بنتكلم على مؤسسة فيكم الخير بيكون مشرفنا ومنورنا المتحدث الرسمي باسم المؤسسة فضيلة الشيخ كارم ممدوح منورنا يا مولان إزاي حضرك يا دكتورة مولانا في البداية عايزين نعرف هل ممكن حد النهاردة يبقى بيتفرج على إحدى النمازج الجميلة أو الحالات الإنسانية ويقوم بالحالة كلها ولا أنتو بتحبوا أن الموضوع يبقى متأسم على الناس عشان أكبر عدد من الناس يخد الثوائد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً بفضل الله المؤسسة مؤسسة فيكم الخير فتح أبواب الخير على مصرعيها بفضل الله في كل باب من أبواب الخير المؤسسة لها الصبقة فيها اللهم لك الحمد تسئيف البيوت المؤسسة لها الصبقة فيها وهذا يشاد بالقاصي والداني على مرأة وما اسمع من الجميع بفضلها في محافظة الصعيد الكاملة بفضل تسئيف المنت permitted وصولات المية الله لك الحمد لها الصبقة فيها كذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين واليتامة تجهيز العوائس اليتيمات لنفض على السبق فيه فضلا بقى عن إجراء بعض العملات الجراحية لبعض غير القادرين عليها أنا بس عزيزة أرانصح المشاهد بحديث أهل هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كل الأعمال بتحتك بتنقطع حتى اسمك ينقطع من الدنيا ولكن يذهب الإنسان ويبقى أثره يذهب الإنسان ويبقى أثره وسيدنا إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم كان بعدما قلس يبتهل ويناجي ربهم ختم هذه المناجاة وهذا الدعاء بدعاء طيب جدا جدا قال وجعل لي لسان صدق في الآخرين الله 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 يعني إيه وجعل لي لسان صدق في الآخرين يا رب أسألك بأسمائك الحسنة وصفاتك العليا قال يا رب أن تجعل يا رب هذا الذكر الحسن لي في حياتي وبعد ماتي الذكر الحسن هو الأثر الطيب الذي يفعله الإنسان من الضغط لحديث النبي صلى الله إذا مات الإنسان ونقطع عمله إلا من إيه إلا من سلاة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو إيه يدعو لا الصدقة الجارية هو ده الأثر الحسن الذي يبقى لك في حياتك وبعد ماتك وإن شاء الله ده اللي هنشوفه إن شاء الله مع مؤسسة فيكم الخير بإذن الله بتبشرونا دايما بحالات بنشوف الأول قد إيه كانت فيه احتياج شديد وبعدها بنشوف التقرير اللي تم فيه الإنجاز وليتلبت فيه حاجة الحالة اللي معانا ودي من الحاجات الجميلة قوي إن أنت فلوسك أو مشاركتك بتشوف أثرها على أرض الواقع مش مجرد يلا يا جماعة احنا بنلمل حالات إنسانية فدي حاجة ونقطة مهمة قوي وهي المصداقية اللي بتتمتع بيه مؤسسة فيكم الخير تعالوا نطلع مع بعض كده نشوف تقرير لأم مريم وإحنا بنتفرج على التقرير ده نشوف إحنا هنقدر نساعد فيه إزاي هقدر نهارده أجمع من أصحابي إزاي كلنا عندنا جروبات واتساب جروب المدرسة و جروب الدفعة و جروب الجران و جروب الإيلة و جروب أصحابي و جروب بنت خلتي و جروب كذا 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 لو إحنا النهارده نشرنا حالة إنسانية واحدة على جروبات اللي عندنا ممكن نجمع المبلغ اللي هي محتاجة له في نص يوم أنا مش عايزة أقول ساعة بتحصل إن إحنا بنجمعه في ساعة ولكن بقولك نص يوم تخيل بقى حضرتك لو كنت شاركت بمبلغ بسيط فأنت خدت ثواب بكل الناس اللي شاركت فأوعى تستصغر حجم أي صدقة أنت بتنفقها أنا بقول الكلام ده دايما مفكر نفسي يفكر به ولادي يقول له ما تستصغروش الشيطان هيخش لكم من ناحية لا ده قليل لا ده مش هيعمل حاجة لا أنت يعني فوزك دي هتعمل إيه ده المبلغ كذا كبير فقد إيه الواحد لازم يبقى بيفوق نفسه محدش عارف أنهي حسنة هندخل بيها الجنة ودي دايما مفكر نفسي وبفكركم بيها مولانا إحنا حالة أم مريم اللي معانا عايزين قبل ما نطلع التقرير قالوا لي بس أعرف من حضرتك الحالة محتاجة أي والله الحالة يعني تعاني للأسف من ظروف صحية صعبة جدا جدا ومرضية صعبة جدا الحالة عندها بنت على وجه زواج اتحد الزواج إلى العيد القادم إن شاء الله هي لا تملك في تجهيز البنت أي مبلغ مالية يا جماعة بتنشد أهل الخير كل اللي سمعنا أو شايفينها من خلال هذا البرنامج الهادف الرائع الذي أسأل الله سوى تعالى أن يفتح له كله العباد جميعا يا رب العالمين بتنشدنا يا جماعة الحجة أم مريم لوحظتم في التقرير إن إحنا وقفين في مكان فضاء ليس بيه سقف وقفين في مكان ليس بيه سقف تبديل لما المطرة تنزل أو الحرارة بتاع الشمس تشتاد شوية هتحتمي فيها إزاي يا جماعة إحنا بنقول إن الإنسان لو سطر مسلم في الدنيا ورب يصعر يصره في الدنيا ويصره في الآخرة فإحنا محتاجين نصر أم مريم إن شاء الله من خلال المؤثر فيكم الخير ومحتاجين نشارك ونساعد في تجهيز بنتها عشان نخفف عليها كم هذه الحمل وهذه المسؤولية يا ربي قدرنا إن شاء الله يا شيخ كارم بإذن الله تيجوا بقى نطلع نشوف حالة أم مريم مع الطبيعة في التقرير ونرجع تانين كامل بعد قليل بإذن الله وما تنسوش نصلي مع بعض على الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى في كل يوم بيبعث رسائل لكل واحد فينا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك مشروع خير ويقول لك خلي بالك في نعمة من النعم أنت مغموس فيها ومش حاس بيها لما تشوف غيرك محروم من النعمة دي وبيعاني من حرمانه لهذه النعمة قدر إبنا أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى له فضل علينا كبير جدا جدا ونعم ربنا سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى نعمة الصحة والعافية نعمة ما بعدها نعمة لما تشوف حد رب أسرة يعني محروم من هذه الصحة ومن هذه النعمة وهي نعمة العافية ومريض مرض صعب جدا جدا وبيغسل وبيتداوى ويتعالج كل يوم والأسرة سبع أفراد وتمن أفراد فالأسرة يا جماعة ما مهاش والله يتمن العلاق اللي بتعالج به رب الأسرة فضلا على الطعام فضلا على الشراب فضلا عن البيت المهمش اللي مبوض الساف دي السلام ربنا سبحانه وتعالى جاينا كلنا بتقول لك خلي بالك انت ممكن فيه من الأيام لو ما قدتش شكر هذه النعمة اللي انت منغمس فيها ربنا يأخذ منك هذه النعمة ويسلب منك هذه الصحة والعافية تعالوا مع حضراتكم نتعرف قدي احنا رب يصع على منع علينا بنعم كتلة جدا وفي ناس غيرنا محتاجة منا مساعدتنا ومحتاجة نسمع صوتها ومحتاجة نعرف ايه هي معاناتها مع مؤسسة فيكم الخير ان شاء الله كلنا فينا الخير تعالوا مع حضراتكم نشوف ظروف الأسرة بسم الله الرحمن الرحيم جينا مع حضراتكم يا جماعة مع مؤسسة فيكم الخير نشوف الأسرة دي محتاجة ايه وايه هو حقها علينا الحاجة موريا ما جماعة تصرت بنا وقالت تعالوا يا جماعة انا عند ظروف صعبة جدا جدا وزا مريض مرض مزمن وبيغسل وبيتقع العلاجات وعنده امراض ربنا عافينا جميع وهي ستة وعندها اولادها عندها بنتة على وش زواج وعندها البيت مهمش تعالوا مع حضراتكم نسمع ايه هي ظروفها ويهه شكوها ويهي محتاجة وانسعيدها زيه لا سلم كل سنة طيبية لا خلي انا عازة اعمل بس سقف حتى لحو عروق ومعايا بنت مخطوبة هتراوح بعض شهرين عازة بس حتى لو ايه مساعدة منكم واعلاج والله بجيبه برضو من الجوزة بالفلوس في اللي العلافة الدولة بصراحة وفي اللي بالفلوس بس بصراحة الميزانية مش مكافية خالص مش بكافية ومعايا خمس اولاد البنت الكبيرة عندها 18 سنة تراوح بعض شهرين والبت التانية في تلتة اعدادي اقرالها فاتحة بعد العيد ووات في سنة ستة ابتدائي ووات في تانية ابتدائي ووات ثلاث سنين فيش دخل خالص مفيش دخل عندكم ليه الخالص والله اللي بيساعدنا ليه الخالص ايه اكتر حاجة انت محتاجاها من اهل الخير يسامعينك دلوات وشايفينك من خلال مؤسسة فيكم الخير انت محتاجاها حاجة كده يعني ايه حاجة مهمة جدا جدا ايه اهم حاجة محتاجة يساعد بصراحة والبنت جهازها الجهاز بس بتاع البنت ولو اي حاجة برضو كده من اهلك سامعينك واخوتك سامعينك و المخير سامعينك من ايديكم تكفي بصراحة عشان معاي خمس اولاد بصراحة انا برضو بجر عليهم وبشتغل الصبح مثلا لو عنده اي حد عنده اي صبحية يعني بشتغول يعني انت اللي بتشغلي انت اللي بتروح تشغلي انا اللي بروح اشتغل والله وهو بيرصل 3 يام في الأسبوع حده 3 و 5 ما فيش أي دخل خالص ومركب له جهاز بـ 5,000 جنيه ما ينفعش طبعا أنه يشتغل خالص ما ينفعش خالص خالص أنه يشتغل ولا يشيل أي حاجة على درعه ومركب له جهاز بـ 5,000 جنيه أصعب حاجة يا جماعة لما تسمع الألم والوجع وحدة عيش وعيش به للأسف الحاجة بتحكي يا جماعة مأساه والله بتقول يا جماعة انها ما شاء الله عندها خمس أولاد اللهم بارك يا رب العالمين بنتها على وش جوازها تتجوز بعد شهرين بتناشد أهل ربنا يا وفاء إن شاء الله بتناشد أهل الخير بتقولكم يا أهل الخير أنا محتاجة مساعدتكم يا أهل الخير أنا محتاجة صدقتكم محتاجة زكواتكم مين هينظر للحاجة أم مريم وأسرتها وزوجها المريض نظرة رحمة مين يا جماعة يا أهل الخير اللي هيخافف عنها كم الأسى وكم المعاناة وكم الوجع والألم اللي هي عشاء نفسها بتقولها نفسه حلمي حياته كله فقطين بس قطين يا جماعة تسقيف الأوضة مع مؤسسة فيكم الخير بالعلق واللوح تسقفها عشر تلاف جنيه يعني عشرين ألف جنيه نقدر نساعد الحجة ممريم ونبدأ يعني نرسم الفرح والبهجة على وشها نقدر بقدر الإمكان نصر هذه الأسرة المسلمة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كده في الحديث الجميل قال من سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا وفي الآخرة احنا كلنا محتاجين لسطن ربنا كلنا عندنا ذنوب وكلنا عندنا يعني عيوب محتاجين أن ربنا يصرنا في الدنيا بين الخلق ومحتاجين أن ربنا يصرنا في الآخرة بين إيديه طب انت ربنا يصرنا في الدنيا والآخرة لما نصر الحجة ممريم لما نساعد الحجة ممريم لما قادر إن كان يسقف لها القطين للحجة ممريم زي ما قلت الحضرتك القطة لوحدة في مؤسسة فيكم الخير تكلفة تسقفة عشر تلاف جنيه مبلغ بسيط جدا جدا في حياتنا كلنا وزهيد بالنسبة ولكن المبلغ ده هيفرق في ظروف الحاجة دي هيفرق في حياتها كلها فضلا عن ذلك ان جزها مريض مرض مزمن لا يستطيع العمل ملكة بجهاز في ايده فضلا عن العلاجات اللي بياخدها والغسيل اللي بيغسله في الاسبوع ثلاث مرات جابنا كم من العلاجات يعني ان عاز اقول حضرتك يعني شنط وتقارير وعلاجات النزة عندها لك شهر تعرف يعني ايه ست معلش اجتمع عليها مر الدنيا والاخرة اجتمع عليها مر الدنيا بانتهت جوز جوزها مريض مش قادرة ساعده بتغير مسائف غير لا يصرح للحياة طيب يا جماعة الحاجات دي كلها عايزين نتفاعل عايزين نشارك عايزين نمت يدر العون الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اسأل الله ان يجعلكم سببا في كل خير وان نكون كلنا بفضل الله مفاتيح لكل خير نرسم البهجة والفرح والسرور على اهلنا مع مؤسسة فيكم الخير كلنا فينا مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم باديكم هنوفر لهم حياة مؤسسة فيكم الخير الخير منكم وليكم وارجعنا لكم مرة تانية ومكملين معكم حلقتنا في باب نور وشفنا تقرير امه مريم وقد ايه الواحد لازم يفكر نفسه انه ما تستظهرش الخير ربنا بعث لك الرسالة دي النهاردة عن طريق باب نور وخلاك تقعد قدام الشاشة او تفتح موبايلك وتشوفها عشان يريد بيك الخير فاوعى تطنش الرسالة فضيرة الشيخ كارمة جد ترحيب صراحة التقرير مريم قصر فينا كلنا مريم لما تتكلم وتقول في التقرير انا والله ما عندي اي دخل ولليا وللزوجي وللاولادي فجد الكلمة دي لازم تلمس قلوبنا وكلنا يا جماعة يعني سيد النبي الصلم لما قولنا الخير فيه وفيه أمتي وربنا سبحانه وتعالى يقولنا إنما المؤمنون إخوة وسيدنا النبي يؤكد على هذه الأخوة ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يا دكتورة لو الإنسان عندما عنش يعني موضع في جسمه بس يتألم أو يشعر فيه بالسخونة هذا الجسم كله يظل في ألم وفي وجع وفي تعب وإرهاق ونصد طول الليل والنهار عشان عضوه بسيط جدا جدا في جسمه وتألم تمدها عضو يا جماعة الحج أم مريم يا جماعة عضو مننا يتألم ويتوجع يناشدنا بقول الله ويناشدنا بقول رسول الله ويناشدنا برابطة الأخوة أخوة الدين وأخوة النسب التي هي بيننا تناشدنا هذه المرأة وتقول يا جماعة أصور وبيت ربنا يصوركم ساعدوني في تجهيز بنت ربنا يساعدكم أنا ما عنديش أي دخل لي ولا الجوز ولا الأولاد فاحنا بناشد أهل الخير يا جماعة بناشد أهل الخير لرب يصلى من عليهم بهذا الخير لا تنسوا هؤلاء وأعتظن أن ده من منك أو عطية منك أو لا الحكس أنت اللي محتاجه والله العظيم إحنا اللي محتاجين الحسن البصري كان عندما يأتيه إنسان فقير اطلبوا حاجة يقولوا أهلا بحسنة أرسلها الله إلي أهلا بحاجة معروفة رب ينصر عشب يحبك بعطلك أهو الله فعلا فإحنا محتاجين يساعد الناس يا جماعة وننظر إليه بنظر ترحمة عشان رب ينصر على يرحمنا وينظر إلينا نظر ترحمة آمين يا رب العالمين مولانا عايز أعرف إيه الأنشطة اللي بتقوم بيها مؤسسة فيكم الخير لأنه بيسألوني بعض المشاهدين هل بيعملوا وصلات مية ولا بس بتكون على الحالات الإنسانية اللي بتعرض على الشاشة دينا بفضل الله تعالى وصلات المية المؤسسة بروتقول تعاون مشترك بين أو بين شركة المية تمن الوصلة يا جماعة 3000 جنيه ونص مبلغ بسيط ويزاية يا خبرة بيض 300050 جنيه اه 300050 جنيه وصلت المية البيت بعدات وصلة متوصلة توصيل حكومي بعدات خاص للبيت وللأسرة الكاملة بفضل الله تعالى بانتجه حضرتك وبتشوف العدات بنفسك وبتشوف إنه بنوصل ويجيب لك التقريرين تقرير المساعدة والحالة قبل المساعدة وتقرير الإنجاز بعد المساعدة بتدفع حضرتك 3000 جنيه ونص بنوصل بهم العدات والمؤسسة بتتكفل بنص المبلغ والشركة المية بتساعد معانا بنص المبلغ ده بالنسبة لوصلات المية المؤسسة فضل الله تعالى بي أبار من جبن السخرج المية من تحت الأرض وده للأسف أصبحت مية غير عذبة بيشرب من الحيوانات فقط ولكن لا تصلح للشرب الآدمي إحنا بروح بفضل تعالى مطروح وعندنا أبار اللهم ملك الحمد بنحفرها وبننزلها بنحفر البير يا جماعة عمق 50 متر في 50 متر وده بفضل تعالى بيمتد لمئات السنين وده يا جماعة بيعمل على المياه الجوفية ومياه الأمطار بنخزن فيه مياه الأمطار ومياه عذبة صالحة للشرب الآدمي المؤسسة تكون فيها سعر البير كام وحفر البير كام 25 ألف جنيه ده البير ده ممكن يسقي قرية كاملة مش أسر كاملة تعالوا نعمل بير النهاردة تعالوا يا مورينا نعمل مبادرة حفر بير عن طريق مؤسسة فيكم الخير الخيرية قبل ما نتكلم في التفاصيل أكتر هنطلع مع بعض اللوقتين نشوف تقرير خاص بحالة عم كريم وبإذن الله نرجع تاني ونعلق على التقرير ونتكلم في كام حاجة جدا هتعجبكم قوي بس ما تروحوش في أي مكان وانتظرونا وما تنسوش نصلي مع بعض على الحديد بسم الله الرحمن الرحيم جينا مع حضركم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير نشوف أحوال أهلينا ونشوف أديه احنا في نعم كتير جدا 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 في ناس ما حدش عارف عنها حقا خلص يا جماعة في ناس ربنا سبحانه تعالى بعثنا لها النهاردة في محافظة الفيوم مركز إطسا الناس دي لما نشوف حالتها ونعيش حياتها يعني للأسف حياتها تصعب علينا كلنا لما يكون راجل ومريض وعنده أولاد وللأسف لا يملك قوت يومي ما عندهش حتى المصاريف اللي يصرف باقي على بيته يعني منحققنا كلنا ننظر للا هذا الرجل ونشوف راجل ده له حق علينا ولا لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محثنا على رعاية الفقراء ورعاية المساكين أمرنا وذكرنا لأن ده أصل من أصول الدين إن إحنا عشان نبقى المسلمين لازم أن نشعر ببعضنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال صلى الله عليه وسلم المسلم للمؤمن أو المسلم للمسلم كالبونيان يشدوا بعضه وبعضه محتاجين نشوف حالة الأستاذ الكريم النهاردة ونشوف هو محتاج إيه ونساعده ونسعده عشان ربينا يساعدنا ويساعدنا كلنا تعالوا مع حضراتكم نشوف الحالة محتاجة إيه ونسمع من أستاذ الكريم هو محتاج إيه بسم الله الرحمن الرحيم جينا مع حضراتكم النهاردة لحالة عم كريم عم كريم حالة يعني إنسانية من الدرجة الأولى عم كريم راجل كان صحيح وكان سليم فجأة ربنا سبحانه وتعالى ابتله بمرض دات له جلطة أصرت على لسانه أصرت على رجله وأصرت على حياته حتى شغله مدرس تشتغل عم كريم معها أولاد بفضلات زي ما حالكم شايفين ومعها الزوجة وعنده بيت ومسؤول وعنده مصريف للأسف بيناشت أهل الخير كلهم بلهم يا جماعة أن ربنا التلاني بصحتي وعافيتي ما قدرش الشغل ما قدرش روح يمين وشمال فبناشت كل أهل الخير اللي سامعيننا وشايفيننا النهاردة من خلال مؤسسة فيكم الخير إن إحنا نمد له يد الخير تعالوا مع حضراتكم نشوف إي هي ظروف عم كريم ومحتاج إيه سلام عليكم ضلطة إنت محتاج إيه إحنا مش هنتقل على عم كريم عشان عم كريم النقصة مش هقدر يتكلم فممكن يسمع من زوجته هي محتاجة إيه وظروفها إيه وعايشين الزي حالة حالة الكريم أنه نزل على جلطة وعمل سمامة في القلب وعنده كهربة زادة في دماغه فحالتي يعني الحمد لله يعني مجعله لك يعني الحمد لله يعني الحمد لله حالتنا يعني أنت شايفيني هادي فإنحنا عندنا همدي أولادنا همدي نعلمهم برضو ندهم القرآن يعني الحمد لله والذين تعملوا حملوا معنا يعني الحمد لله مش عايزين حاجة الله فضل ربا هو دخل ما فيش دخل الحمد لله ولا بيشتغل ولا بيطلع ولا بيعمل هو بس من البيت اللي بجامع وخلاص على كده وصاعة يصلي هنا وصاعة ما بقدرش يمشي يقعد يصلي في البيت هنا وهو الحمد لله يعني علاجه برضو يعني فيه ناس بيتحول أن يجبهل وفيه ناس بما يجبهش ويعني الحمد لله يعني حالتنا الحمد لله بسيطة الحمد لله على كل حال شونا مع حضركم زوجة عم كريم عزونا حضركم يا جماعة والله مشاعر صعبة جدا جدا ومؤثرة جدا جدا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الرحمون يرحموا الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراجل ده كان صحيح وكان سليم وكان بيمشو وكان بيشتغل وفجأة قعد ده ممكن يكون عندي وعندك في كل وقت وفي كل يوم ستنا الحجة مرت وزوجة عم كريم بيتنشد أهل الخير بتقول يا جماعة انا محتاجين أهل الخير بحتاج أولادي عايزين تعليم عم كريم مش قادر يتكلم بقول انا عندي فتح قلب بقول انا محتاج عندي الصمام في القلب عنده عملية في القلب ما بدرش يشتغل هي تمالكت يعني نفسها من الدموع والبكاء فاحنا بنشد أهل الخير من خلال مؤسس فيكم الخير يا أهل الخير من يتكفل بأسرة عم كريم من النهار ده يا جماعة يعمل مع مؤسس فيكم الخير راتب ودخل شهري لعم كريم من اللي يقول لعم كريم العلاج اللي انت محتاجه يا عم كريم وانا يجبهه لك من اللي يمسع دماعات زوجة عم كريم وقول لها خلاص حقك علي يا أختي دماعاتك دي غالية عندنا كلنا مش هنبت النهار ده ولا هننام النهار ده إلا ما نمسح هذه الدمعات ونبدل هذه الدمعات لفرح وصرور وبهجة يفرح بها ربنا سبحانه وتعالى ويفرح بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث جميل جدا جدا بيقول لنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه عايزين يا أهل الخير كلنا نكون فعون لعم كريم والزوجة عم كريم والأسرة عم كريم الأطفال الجمال دولت محتاجين مننا رعاية ليهما علينا حق ليهما علينا يا جماعة والله حق كلنا ننظر إليهم اتصل دلوقتي على مؤسفكم الخير وقول والله أنا محتاج رقم عم كريم محتاج عنوان عم كريم أنزل وساعد النزل النزل جوها ألم يا جماعة وأسه عيش مأساة أنا عز أقول لحضرتك الصورة يا جماعة أبلغ من أي كلام أنا أقوله ولكن عم كريم دي رسالة ربنا صبح تعالى بعتها لي وبعتها لحضرتك وبعتها لحضرتك وبعتها لكل المشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي وسامعيننا عم كريم بي ناشد أهل الخير بيقول لكم يا أهل الخير ما تتركنيش ما تسيبونيش هو ما تشوفوا حالتي دي ما تتفعلوش معاها محتاجين نتفعل مع عم كريم مع زوجة عم كريم ومع أولاد عم كريم حتى يعيشوا عيشة هنيئة عيشة كريمة يأمن بها على تعليم أولادي توفير الطعام والشراب بالناشد أهل الخير يا جماعة أن احنا ننظر للأعم كريم وزوجته وأسرته نظرة خير ونظرة رحمة حتى ينظر الله إلينا نظرة خير ونظرة رحمة مع مؤسسة فيكم الخير كلنا فينا الخير إن شاء الله يا رب يشفيني يا رب يشفيني إن شاء الله ربنا يجعلنا سبب في سعادتك وإسعادك وقال الخير اللي شايفينك دلوقتي بإذن الله يساعدوك وهيتصر علينا النهاردة بإذن الله دلوقتي وهقوله إحنا عايزين يساعد عم كريم الرجل المحترم ربنا يشفيك ويعفيك وينزل عليك كل شفاء وكل دواء يا رب يمتحكم جميعا بالصحة والعافية مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم بإيديكم هنوفر لهم حياة مؤسسة فيكم الخير الخير منكم وليكم ورجعنا لحضرتكم مرة تانية وقد إيه الواحد بيحس لما بيشوف حالات زي حالة عم كريم إنه في نعم كبيرة قوي نعم وفضل من الله لو قعدنا نمسك السبحة أو العددات بتاعتنا ولعل الحمد لله مش كفاية بس عشان نقول الحمد لله بجد لازم بنقولها بالذكر وبالفعل فضيلة الشيخ كارم ممدوحة المتحدث الرسمي بإسم مؤسسة فيكم الخير نقدر نعمل ليه لعم كريم المريئة دا ملبشوش قوي برغم كل الصعاب اللي بيمر بيها عم كريم يعني حالة كانت بيكمل والصحة والمعافية وعم كريم يعني رسالة من ربنا سبحانه وتعالى نعتبر بيها جميعا وأفضل حاجة أن ربنا صلى يجعل لك من الناس عبرة ولا يجعل لك للناس عبرة الله عجوه ربنا يجعل لك من الناس عبرة تاخذ العبرة من غيرك ونسأل تعالى أن لا يجعلنا للناس عبرة يا رب لا تجعلنا للناس عبرة يعني يا عم كريم للأسف انقلبت به الحياة والدنيا وهي الدنيا تقول وملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي فلا يغرق مني ابتسام فقولي مضحق والفعل مبكي إياك أن تظن أن هذه الدنيا تدوم لك وإياك أن تظن أن هذا الرخاء الذي تحياه وتعيشه سيدوم لك بقدر الإمكان انظر العم كريم هذا الرجل الذي كان بكامل صحته وفجأة جتله جلطة أقعدته في فراش لا يستطيع مع الحركة ولا الكلام لا يستطيع أن يتكلم أو أن يتحرق طب يا جماعة نحن محتاجين إي تاني آيات الله سبحانه وتعالى يرسلها إلينا بالليل والنهار لينذر من كان حيا الله يريد أن ينذر هذه القلوب التي هي ماتت هذه القلوب التي هي قست عم كريم يا جماعة الرجل للنهار ده لا يستطيع الكلام لا يستطيع الحركة لا يستطيع العمل وناشد أهل الخير في كل مكان يقول لكم يا أهل الخير يا صاحب الصحة يا صاحب العافية إياك أن تظن أن هذه الصحة تدوم لك أبدا نحن نشوف الحالات معاكم بنحس إنه عليه الصلاة والسلام بنحس إنه ما فيش حاجة خلص مضمونة لا بيت مضمون ولا حد مضمون ولا حتى حياتك تقرف يعني ستر تفرج عليك باتيعتك تضمني إن جوزك إن ربنا تديله الصحة وبركة في العمر تضمني إنك هتكملي حياتك ميسورة الحال كده ما هي الناس اللي اتعرضت معنا حالتها على الشاشة دي الناس دي كانوا حالتهم كويسة جدا والناس دي كانوا واسورين الحال والناس دي عموهم مفكروا بيدوا إيدهم ولكن الظروف الظروف اللي هتخليك تاخد حسنات إذا فكرت إنك تشارك تلوقتي فضيلة الشيخ كرم ممدوح باشكر حياتك شكرا جزيلا لتشارك فينا النهاردة جميعا يا رب العالمين أمين يا رب العالمين أعزائي المشاهدين أتمنى إن كل واحد فينا النهاردة هو بيتفرج وبصص لولاده وبصص على نعمة السقف اللي في بيته وحاسس بالدفع وبإن أولاده حواليه وبإنه عنده أكل في التلاجة يأكله حتى لو أكل قليل يحس بالناس اللي قاعدة في الشارع يحس بالحالات اللي شافها قدامه على الشاشة اللي ربنا بيقوله أنا بعيت لك هدية من غير ما تحس حتى لو هتساهم بخمسمائة أو بألف جنيه ساهم وقدم وري ربنا إن أنت فعلا قلبك ده قلب سليم بإذن الله تعالى أستودعكم الله اللذي لا تضيعين دول ودائع وأراكم بإذن الله في الحلقة المقبلة من باب نور وأتمنى أكون ضيفة خفيفة على حضرتكم شوفكم على خير ومن دلوقتي لحد الحلقة الجاية بس توضيعكم الله اللذي لا تضيعين دول ودائع كانت معكم نانسي توفيق في باب نور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة